عندما تكلم الرب يسوع عن مثل الغني وألعازر وعندما كان الغني يتعذب في اللهيب في جهنم النار طلب من إبراهيم وقال أن يرسل حد شخص يخبر إخوته يعني يحذرهم عن المكان اللي هو موجود فيه قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء حتى ولو قام واحد من الأموات مش رح يصدقوا وهذا فعلا أحباء حدث في أيام المسيح الشخص الأعمى لا يصدق لأنهم أحبوا الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة من الأصل من البدء أحبوا مجد الناس أكثر من الله ووحد من مواصفات الأنبياء الكذبة أنه يقبل مجد من الناس ومديح من الناس ويعتمد على الناس لنشر دعوته وحتى لو بالقوة وبالسيف وبالعنف بحطها باسم الله لكن أحبائي لما الكتاب بيتكلم عن يسوع المسيح مش بحاجة إلى الشهادات يسوع المسيح متميز يسوع المسيح متفوق فهون بيتكلم عن موسى موسى يشكوكم يعني لأنه كتب عني ولو كنت صدقت موسى كان صدقتوني أنا يسوع المسيح فإذن أحبائي شهادة موسى كتير كتير مهم لأنه تكلم عن شخص المسيح تكلم عن هوية يسوع المسيح وكتب في كتباته بوحي من الروح القدس عن المسيح عن يسوع المسيح موسيقى